اشتركوا في القناة المعظم الاهالي هنا عايشين على ذي هذا النوع من انواع اللحوم المزرعة التزمير المشيئ اللي موجودة عندنا دي احنا صدقنا مسايد وزير التخطيط على عمل مجزر يتكلف 12 مليون جنيه نص قلي يتكلف 12 مليون جنيه ونصفة مع التعاون الدولي 6 مليون تخطيط 6 مليون تعاون الدولي يبقى عندنا المزرعة بتاعتنا عندنا المجزر بتاعنا في الحالة نقدر نستخدم اللحفة بتاعتنا بدل ما تيجي من الكاهرة وبتيجي من خارج المحافظة بتتكلف ده اللي بتتكلف تتيجي غالية هنا في المحافظة انما هو الاعتماد الحالي على تواجد معالم الاغنام انما ان شاء الله في القريب العاجل عندنا الصروة الحيوانية بتاعتنا ما يبقى عندنا 3000 مليون جنيه في المحافظة تيجينا في الدول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر